السلام عليكم ومرحبا بالجميع التحضير مائدة رمضان اليوم غادي نقدم لكم تشكيلة من شهوات الرائعة والديدة بالسهر نبدأ على بركة الله غادي نحضر معكم خامرات بطقيقة ديال الشعير الكامل تسكون مزوغلة منه فقط ديال النخالة اللي تسكون كبيرة ممكن تعاوضوا بدقيقة القمحة الكامل او لا دقيقة الابيض انتو ما اعملوا اي دقيقة من الاختيار ديالكم وغادي نستعمل الخميرة البلدية رابط الوصفة توجدوا بالاسبال بصندوق الوصف غادي ندف مائتين وخمسين جرام من الخميرة البلدية ممكن تعاوضوها بسبع جرامات من الخميرة حبيبات المجفافة او لا واحد وعشرين جرام من الخميرة الطريعة غادي ندف مالقة صغيرة من الملح ومالقة كبيرة من زيت زيتون تطبينا واحد النكهة اللي هي جميلة وكذلك زيت زيتون بعم ديرو تتناسب مع اه الخبز ديال الشعير ممكن نضيفه في هذه المرحلة الاعشاب المنسمة اي اعشاب المنسمة من الاختيار ديالكم وغادي نجمعو الدقيقة ديالنا بالماء الدافئ نضيف هنا مية وتمانين ميلي لتر كاز ديال العنبا او تلوتيلكوب المعياري نضيفه دقيقة تدريجيا لان انواع الدقيقة تختلف من حيال امتصاص ديالها للسوائل وعلى فكرة الدقيقة ديال الشعير اراح تياخد لنا تتشرب كمية اكثر من الماء على دقيق البيض دي هذا دائما اضافة ديال الماء تتكون تدريجيا العجين ديالنا غادي نضيفه ما بين 10 احتم 15 دقيقة القوام ديال العجين ديال الشعير تكون شوية طريق تندهنو بشوية ديالزيت زيتون وغادي نوضعه في بلاستيك خدائي ونخليه حتى يختام حتى يتضعف الحجم ديالو عملنا خميرة البلدية فغادي تاخدن شوية الوقت اما اللي عملنا خميرة العادية فضغية ضغية تتخمار انتقلون الشهيوة التانية الكريب اللي تيكون سينية الكريب اللي عامرة بالخضر والكفتة وضعت القياز دي استتمها كبار من زيت النباتية خليناها تسخنات وغادي نتحروا فيها مئتين وخمسين غرام من اللحم المفروم الكفتة اللي ممكن لكم تعاودوها مثلا بالتجاج او لو بغيتوها بالخضر تماما ممكن تعملوا البدينجان بنجال اللي تكونوا فان مينو كذلك شحروف وضيفو عليه بقية الكمينات ضبط مئتين غرام من الفطر نفار مع بالمفرام الكهربائية ممكن تقطعوهم السكين وكذلك حبة كوسة قرعة خضرة والفلاف الملونين ممكن تستعنوا بقط بلون واحد وجوج سيقان من الكرافوس فارمهم ناعما وكذلك قاعدين نضيفو تشكيله من التوابيل اللي فيها معلقة صغيرة ممتلئة من التوابيل دالكاري معلقة صغيرة ممتلئة من الملح ورس معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من التوم المجفف اللي يمكن لكم تعاودوها بثلاثة الفصوص حتى الربعة الفصوص من التوم تنشحروا كل هذه المكونات حتى الجف من المديلها تماما وفي هذه المرحلة تكون الحشوة طابت تماما تنضيفو ثلاثة المعار كبار من صلصة الطماطم الخاصة بمعجنات والبيل زي ممكن لكم تعاودوه بمعارقة كبيرة من مركز الطماطم وتنضيفو القليل من الزيت والأسود اللي يفارماه كذلك الكيس تقربين ديه 80 جرام تسعتين وحدين قليل جميلة فتنخلطو الكل وتنخلو الحشوة دينا تبرد تماما وتنتقلو باش نحضرو صلصة البيصامين اللي غدينحتاجو لها ثلاثة المعار كبار من الزبدة يكونون ممتلئين لقياس ديال 45 حتى ال 50 جرام مجرد ما تدوب لين الزبدة وغدينخفض من درج حرارة المكونات ونضيفو الأثلاء ثلاثة المعار كبار من الزبدة نخلطو الكل ونخليوهم ما بين دقيقة ونص حتى لجوجو دقيقة باش ما يبقاش لنا الطعن ديال الدقيقة بين ما يبقاش نيئ وفي هذه الأثناء تنضيف لتر من الحليب ضفعة قليلة في اللوول حتى نحلو دقيقة ديالنا مع ديالك السداء اللي خلطنا في اللوول باش نتحكمو فيهم من بعد تنضيفو الكمية المتبقية بالنسبة للتوابل عندي المنح وجوزة الطيب اللي هي غوزة وهي إضافة اختيارية وقليل من الفلفل الأسود وغدينخلطو غدينخلطو غدينرفع مرة أخرى من درج حرارة الموقيت إلى مرتفعة حتى توصل لي الخالط هذا للدرجة ديالغاليين وغدينخفض مرة أخرى وغدينخلطو حتى نحصلو على قوام كريمي بكتافة متوسطة لانها هي النقطة الضرورية في هاد السنية وباش نحضرو الكريم بكأس الخلط الكهربائي وضعت 750 مليلتر من الحليب اللي غديندفع لها دقيق 450 جرام غديندفو على دفوعات ضفت فقط كمية قليلة في اللوول وغدينضيف الأوريغانو الزاسر البري المجفف وكذلك ملقة صغيرة من الملح ووجود مع القبار من زيت الزيتون باش نكهو الكريم اللي غدينحضرو غدينخلط هاد المكونات جيدا من بعد غديننزيد نضيف الكمية المتبقية من دقيق حاولو تتبعو نفس الخطوات باش متتقنوش على المطور دي الطحان الكهربائي خلطو التخلط اللولا من بعد ضيفو الدقيق وخلطو مرة تانية القوام دي العجين اللي خاصنا نحصل عليه قريب من القوام دي البغرير العجينة دي البغرير بعد ما دمجنا كل مكونات هنوريكم القوام دي العجين لاحظو معايا سيكون خالي من اي تكاتولات ومباشرة نقوموا بالخبز ديالو فمسلا نضيفو ليه لخميرة لخمارة يعني البكن باودر وبمقنات اللي تكون سخونة على نار متوسطة غادي نخبزو هاد الكريب اه كمية دي العجين اللي سندفو بالمقنات تكون شوية قليلة باش نحضرو الكريب ديالنا يكون السمك ديالو رقيق فاللولا دائما بتتعبرو بها القياس اللي غادي تتعملو ديال العجين المقناز عندي هنا الحجم ديالها كبير لان الصيني لغادي نحضر فيها هاد لفائف ديال الكريب بالكفتة عندي الحجم ديالها كبير إلا كانت عندكم الصينيه لقياس ديالها شوية صغير حاولوا تعملو مقناز يكون الحجم ديالها صغير مجرد ما تتكتسب ليه لون دهبي جميل من الأسفن وفتتنشف من الأعلى تنقلبوها مباشرة نوضعوها فوق واحد الشبك او لا ثمين ديل ما سنوضعوهاش مباشرة او شي طب سيل باش متتعرقش لينا فبالنسبة لوحدة الثانية غادي نعمل كمية اقل من العجين باش نحط صلعيهم ارقاقات ثالثو ما لاحظو معايا وغادي نمدد هاداك العجين هلا كل المقناز اللي عندك لقياس ديال هاد المقناز تقريبا واحد سوى عشرين سنتيمتر سامر بنفس كيفية حتى الانتاء من كل الكمية اللي عندك ديال العجين وغنا عندي كما لاحظو معايا الصينية الحجم ديالها الكبير وتتناسب مع القياس او لا اعلى القطر ديال الوحدة ديال الكريب اللي عندك بالقاعدات الوضع القليل من السلسطة البشاميل تنأكد السلسطة البشاميل في اللول ما تخليوش حتى اتتقال ابدا هذا هو الضروري في هاد الوصفة اذا خليتوا اتقالت غادي تمحنكم في هاد المرحلة تناخدوا واحدة ديال الكريب بالنسبة للفشوة عندي عشرة ديال الكريبات اللي عملت بالحجم كبير فغادي ناخدوا التشوة ونقسمها كدلك على عشرة باش يجوني بنفس القياس ونفس الارتفاع في الصينية فلاحظوا معايا تناخدوا الكمية ديال الحشوة المناسبة اللي قسمنا تنوضعوها بالطرف ديال الفطارة ديالنا وتنمدوها على شكل طولي ونبدو ننفو عليها الكريب لاحظوا معايا الوحدة ديال الكريب الجزء اللخر ديال هاد الكريبا اولا نوضعوه بالقاعدة باش ما تفقش لنا وغادي نستمر بنفس الطريقة حاشو وباقي الوحدات ونوضعوهم مباشرة في الصينية ترصوهم وحدة عنا وحدة جنبا الى جنب الصينية ليسا جيل ديدة بزاف وتتستحق التجربة كيف ممكن لكم ممكن تعاوضوا الكفتة بعد الانتهاء من كل الكمية اللي عندي اهنا غادي نضيف سلسة البشاميل اذا كشي علاج لكم السلسة البشاميل مخصش كون تقيلة لاحظوا معايا القوام ديالها تينساب بكل سولة و بكل الاريحية فوق الوحدات ديال الكريب إلا عملتوها تقيلة رها غادي تمثنكم حاولوا وتحصلوا على نفس القوام وفهذا الأثناء الفرن مشاعر من الأسفل والأعلى على الدرجة ديال 180 ممكن تدخلوا الصينية ديالكم مباشرة للفرن حتى التقراتينا واحد شوية يلا ما بويتو جضيفوا الجبن المدة دي 15 حتى العشرين دقيقة تدسيد هذا البشاميل تشتد القوام ديالها فهنا تنضيف فقط كمية قليلة من الجبن كيف ممكن لكم لا ما بويتو جضيفوا ما تضيفوش وغادي ندخلها للطهو بالفرن كميلكم على الدرجة ديال 180 الفرن مشاعر من الأسفل والأعلى لمدة دي 15 حتى العشرين دقيقات حتى تكتسب من الأعلى وخدلون ذهبي جميل بعد الإخثمار ديال العجين كيف ما لحتم معايا عملت فيه خميرة البلدية أخدمني واحد جوز واحد قريبا حتى في 3 ساعة ودائما المدة دي الإخثمار تتبقى على حسب جوزة دي الخميرة البلدية اللي عندكم وغادي نستعن في هذه المرحلة بواحد الكاس نشابوا شوية ديالتقيق يلا استعملتوا الخميرة العادية أرغم تتطلبش منكم كل هاد المدة سناخدوا شوية ديالتقيق لتنضعوه فقصق العمل وسناخدوا العجينة ديالنا تنفرغوها من غازات الاختمار كنبسطوها بالدلاك ولحاولو نعطوها لقياس تقريبا ديال 4 مليمترات ودائما تنستعنوا بشوية من دقيق بالنسبة للمبتدئات على فكرة أرى ممكن إذا كنتوا غادي تعملوا دقيق ديالتشعير ممكن تخلطوه بشوية ديالتقيق ديالتفارينة مع الوقت ومع إعادة الكرة يعني تحاولوا كل مرة تعملوا هاد العجين ارى غادي تتحكموا فيه إن شاء الله لأن دقيق ديالتشعير ارى ما هي هو دقيق ديالتفارينة شوية تطلب منا الصبر سوف يوتن ناخدوا واحد الكاس اللي سنغبروا في دقيق دقيق وتنبدأوا نقطعوا هاد البطيطات اللي عندنا لأن العجينة ارى ها تتكون شوية مرتاحة وتتكون شوية متلوقة المادة ديال الغلوتن دقيقة ديالتشعير تتكون أقل تركيز ماشي بحالة فالدقيقة العادي وسنضعوه فقط في واحد المندين على فكرة بالنسبة لهذا السوائد ديال العجين سوف تجمعوه وتبسطوهم بنفس طريقة العمل النفس الوحدة ديال البطيطات وإلا ما كنتوش باغين تعملوا هاد العملية سرحوا العجينة ديالكم كيف ما قلت لكم على السمك ديال أربعة المينيمترات تقريبا حتى الثلاثة المينيمترات بسطوا العجينة ديالكم وقطعوها على شكل مربعات نغطيو البطيطات سنخلي مرتاحوا واحد خمستاش حتى العشرين دقيقة إلا كنا عاملين الخميرة البلدية إلا كنا عاملين الخميرة العادية راي عشرين دقيقة يقرأها كافية خاصة إلا كان عندكم مجو شوية معتادل بعد مرور هاد المدة بمقنات اللي تكون سخونة على نار اللي تكون موقد على درجة مرتفعة فغادي نوضعو هاد البطيطات للخبز وغادي تلاحظو معا ما تياخدوش منا وحد الوقت اللي هو كتير ضغيات ضغياتي يبدو ينتافخو مهانا ما شاء الله وصفة رائعة وصحية في نفس الوقت في مركز اللي بغا يعمل الخميرة العادية ممكن تذلك فلاحظوا معايا حاولوا نتبعوا نفس الخطوات إن شاء الله رغا تتحصل على نفس النتيجة فكلهم نتافخو غادي نقلبوهم الجهة الأخرى للاستكمل الطهو ديالهم بطيطات اللي تيجيون خاوين من الداخل وبطيط سلحو لنحو شواء واللي بغا يعملهم بطبوط الحجم دياله كبير فكذلك هنا عملت بطيطات صغار إن شو متتحكموا في الحجم يعني بغيتهم توسطين بغيتهم كبار بغيتهم صغار مربعين ضايرين تيبقى لكم الاختيار سنوضعهم فوق واحد الشبك ما سنوضعهم فشيط بطيل باش ما يتعرقوش لكم خليهم فوق شبك أو لا ثمين ديل باش ما يتعرقوش معاكم سوف نوضعهم جانبا غادي نستكمل نفس طريقة بالنسبة لطهو باقي الوحدات وبالنسبة للفشو بميقلاس علانة المتوسطة وضعت زيت الزيتون وغادي نشحر فيها القمرون خوفيت بالنسبة لزيت الزيتون ما تخافوش من نولي أنا خوفيت راه ما سيطلبش منه هذ الوقت اللي هو كثير وضفت شوية دي الملحة وكذلك التوم المجفف لو بغيتوا تعمله وفص من التوم يكون طريق قطعو الشرع الحقيقة أو لا تدقوه مسيان ضفت كذلك القليل من الفلفل الأسود واللي بغي يعمل السودانية كذلك ممكن تنشحروا الكاميرون دي النفطع دي الكاميرون لاحظوا معاي رغم ضغياء ضغياتي وجدو وصفة ليسهلة عندنا البصلة ماطيشة شوية دي الفلفل حرة وشوية دي القصبر هنا عندي فهد الإناء يعني ما طيبينش مباشرة وضعوا عليهم القمرون وبواسخون تتخلق لنا كل النكهات مع بعديتها وتتجانس يعني واحد الوصفة ذي رائعة ممكن تقدموها على شكل سلطة او لا ممكن تستعملوا باقي الخطوات باش تحصلوا على هاد الوصفة تتعامرين بها الحشوة الرائعة عندي هنا واحد الوحلة دي الأبوكاد والحجم دي لها متوسط لغادي القطع بها الكيبية اللي تتلاحظوا معايا ثم سنقطعوها بالكيجان معاكس غا نحتاجه الوحد اللي محلقه في هاد الخطوة الموالية باش نزولو هاد القطع ديل حبة الابوكادو فغادي نعطيكم جوج فشوات مختلفين على بعديتهم باش نعمروا البطبوط اللي عندنا سوف يوضبسوا حد المعالقة كبيرة من عصر الليمون الحامض ومعالقة كبيرة من المايونيز المايونيز راسبقو حدروا سيوم معاكم بعدة طرق ممكن تراجعوا للقناة وتستفدو من الطرق اللي اعطيتكم لانه من الطرق اللي ناجحين وتنخلطوا لكل وهادي الفشوة اللي اولا اما بالنسبة للحشوة الثانية فغادي نحتاجوا لها الزيت النباتية ثلاثة معاكبر فولفول الوان ممكن تستفيوا بنوع واحل البصل والطماطم والجزر اللي هو خيزو غادي نشحروا كل هاد الخضر اللي عندنا ممكن تعملوا هاد الحشوة فقط بالخضر اللي اعطيتكم بعد ما غادي تبلوهم فغادي نشحرهم نخليهم حتي تبلو تماما تنظفوا فقط القليل من الملح والتوابل ديل الهريسة تتباعوا جاهزين هو خالط من التوابل اللي تعطينا واحد النكهة رائعة ومميزة بعد ما شحرنا كل هاد المكونات هاد الخضر فعندي هنا شوية دي الكفتة اللي متبلة بالتتبيلة العادية المغربية تنظيف كذلك شوية دي الكورني الشولي هو الخيار مخلل مقطعان مكعبة صغيرة وشوية من الزيثون للأسود وغادي نخلطو الكل فالكفتة الكمية حسب الرغبة سافي وغادي نمرو الحشو باقي هاد عفوان نصف الكمية اللولة بالحشوة اللولة غادي نحتاجو هنا الكمية من الخص او لاي نوع من هاد السلطات الورقية وسناخدو القليل من الخليط اللولة ثم غادي نقوموا بحشو نصف كمية البطبوت اللي بقاتلينا بالحشوة الثانية واللي بقى لناره ممكن نخلوه يبرد وندخلوه المجمد يعني بطيبطات اللي ما تكونوش محشوهوين تنوضعوه والعسائر اللي غادي نحضر معاكم اللي موناده بالنعنع منعيشة منكوينه بسيطة اقتصادية وغادي ستحصلوا على مشروب رائع جداً غادي نحتاجو في القبطة او الباقة صغيرة من النعنع اللي سنكونوا غاسلين همزياً نقوموا صخيين نعملوه النعنع في هذا الوصفة كمية اللي مناسبة كيف ما قلت لكم القياس ديل واحد الباقة صغيرة وضفت مئتين ميلي لتر منعسر الليمون الحامض وتنظيفو السكر حلاوة حسب الرغبة ضفت هنا قياس ديل خمسة وسبعين جرام من السكر وحو بيبات ممكن تحليو مثلاً ضبس التمر او لسكر التمر انتموزي بقلق من اخسير او لشوية ديل عسل ضفت كمية قليلة من الماء إلا كنتوا غادي تقدموا هاد المشروب مباشرة حاولوا تعملوه ماء متلج الكمية دي الماء اللي مناسبة لنا لهاد المشروب اللول اللي مناسبة بالنعنع من اللتر إلا بها تكون مركزة حسن اللتر ونصف من الماء وضفنا كمية في اللولة في اللولة الصغيرة غيب باش نطحنو هادوك الوريقة دي النعنع ومن بعد تنظيفو الكمية المتبقية من الماء وتزيدو نطحنو باش تنساجم كل العناصر وهدي هي الليمونادة النعنع جاهزة فليمونادة الليمونادة اللي مناسبة باش تكون على الموائد الرمضانية دينا كذلك الليمونادة اللي هي سهلة في تحضر ديالها ويمكننا نقدموها للضيوف لأنها شي حاجة طط وغزالة واكيد لجربتوها غادي تعجبكم بسيف بالنسبة الليمونادة الفراولة غادي نحتاجو من عشرة احسر تناشر حبة تنزولو الجزء الافضر ديالها ممكن ضيفو كمية اكثر الابويتو تنضيفو ميتين ميلي لتر من عصر الليمون الحامض وخمسة وسبعين جرام من السكر حبيبات وغادي نضيف الآن القليل من الماء حسن تحنون زيان الفراولة ديالنا الفريز من بعد هادي نضيف مجمل كمية ديال الماء فهذه الليمونادة ديال الفراولة اترو اونس كيف ما قلت لكم إذا كنتوا قد تقدموا مباشرة على الموائد ديالكم اعملوا ماء ليكون متلج وصفات اللي اعطيتكم اليوم رائعين وساهلين في التحضير في حاجة رغزالة بساف وتستحقوا التجربة فهذه ما الوصفات ديال الماء ديال رمضانية اليوم بساحتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة